يعني الهيمنة والسيطرة لدول شمال أفريقيا أربعة من أصل خمس دوريات هما الأعلى من حيث القيمة التسويقية على مستوى اللاعبين وده معناه بما أنه طبعا الدوري المصري في المقدمة وفي الصدارة على مستوى الكرة الأفريقية كلها لابد أنه يوازي ده مكاسب صحيح الأندية المصرية وخصوصا طبعا النادي الأهلي قادر على ترجمة ده لبطولات على مستوى القرى الأفريقية لكن كمان بتهيالي أنه الدوري المصري في حاجة أنه ينظر لي نظرة مختلفة ينظر لي بيعني الاعتبار على أنه المسابقة الأقوى على كل المستويات سواء من حيث القيمة التسويقية لللاعبين سواء من حيث البنية التحتية والملاعب سواء من حيث الأندية وتاريخها الطويل وقدرتها على تحقيق الأرقام والبطولات وبالتالي مفترض أنه ده يكون ليه إنعكاس كبير جدا على المرضود اللي بيحصل من بطولة زي بطولة الدوري المصري خليني أخذ حضراتكم للتجربة مهمة جدا واللي بيتفرجوا أو اللي لسه يعني بيتفرجوا على الدوري الأسباني بعد رحيل كريستان ورونالد وليون الميسي خليني أقولكم أنه السنة دي فيه ظاهرة غريبة جدا هي بتعاد أتلاتكم مدريد وبشلونة عن المنافسة لأسباب ممكن تكون معروفة أو حتى غير معروفة يعني فريق زي أتلاتكم مدريد حقيقة بيضم كتيبة وسكواد أكتر من رائع لكنه الحقيقة بيجي في الترتيب بعد نادي زي نادي سيبيا أو إشبيلية الأسباني اللي بيحتل حاليا المركز الثاني في جدوى للترتيب بعد الريال والحقيقة يمكن أن يكون فيه طفرة كبيرة جدا عملها نادي سيبيا عشان كده الحقيقة احنا يمكن دورنا شوية على الموضوع ولقينا عندهم تايتل وإدارة أو معمل مش موجود يمكن حتى في الأندية الأوروبية الكبيرة معمل هو معمل معني أو مسؤول عن تطوير الأداء والمهارات وهيكون معنا خوسيكو لادو رئيس المعمل ده في نادي إشبيلية الأسباني يضيف علينا في السادسة بداية طبعا أهلا بك على شاشة الأهلي وشكرا على وجودك معنا شكرا لكم خليني أسألك لأول على طبيعة المعمل ده يمكن يكون فكرة جديدة ومستحداثة معمل تطوير الأداء والمهارات في نادي إشبيلية ممكن تكلمني عنه وعن الدور اللي بيقوم بي في الفرق المختلفة في النادي نعم فكرة المعمل هي فكرة مهمة جدا هي تخلق مناخ جيد جدا لكل الفرق نادي إشبيلية نحن نعمل على تطوير مهارات اللاعبين كيف تؤدي الفرق ونعمل بشكل أساسي مع المديرين الفنيين فتعاملنا أكثر مع المدير الفني هذه الفكرة فكرة المعمل هي لتطوير المدير الفني في المقام الأول ومن ثم تطوير الفريق لكي تطور اللاعب فأنت يجب عليك أن تطور المدير الفني أولا إيه الأدوات اللي بتستخدموها تحديدا يعني إزاي بتتم عملية التطوير سواء للأداء وخصوصا كمان عايزك تركز معي في الجزئية الخاصة بالمهارات حسنا طريقتنا هي أن نكون قريبين جدا من مدير الفني في الملعب وخارج الملعب في كل تمرين نتابع كل شيء المباريات والتمرين نحن نؤمن أننا إذا كنا قاربين من فكر المدير الفني سننتج بشكل أكبر لصالح الفريق نعمل على تطوير مهارات الفريق بقياس ما يحتاجه اللاعب خارج الملعب وداخل الملعب ومناسبة يمكن سبيا بيقدم موسم استثنائي وبيحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب اللاليجا هل ده بسبب تراجع أداء ومستوى برشلونة وأتلتكو مدريد ولا أنت شايف أنه فيه طفرة حقيقية حصلت أو نجح فريق سبيا في تحقيق الموسم ده في الليجا أعتقد أنه يرجع إلى تطورنا بشكل كبير أعتقد أنه لدينا مدير فني ذا خبرة يعمل بشكل جيد هو الآن قد قضى ثلاث سنوات بالفعل مع الفريق الأول بالطبع هذه فرصة جيدة له لتطور ويطور الفريق بشكل كبير أعتقد أنه في القسير بشكل جيد وهذا أهم شيء بالنسبة لنا أعتقد أنه فيه احتمال أنه فريق شبيلية يكون قادر على تحقيق لقب بطولة كبيرة زي بطولة الليجا وإيه هي فرصة حتى كمان أو إزاي أنتو بتشوفوا فرصته في المنافسة في الدوري الأوروبي بالطبع في الليجة الإسبانية الأمر صعب جدا أن تفوز كل المباراة الأمر صعب أمر صعب جدا لأي فريق لكن أعتقد أننا إذا أخذنا الأمور خطوة بخطوة فأعتقد أن هذا الأمر سيكون هما لنا لنفوز بالليجة السنية هذا الموسم أعتقد أنها فرصة جيدة لنلعب في التامبينز ليج العام القادم أعتقد أننا نبحث عن الفوز ونقاتل لأجل المركز الأول في الدوري الإسباني وبالنسبة لليوروبا ليج أعتقد أننا فوزنا بالستة كؤوس بالفعل أعتقد أن هذه المباراة غدا ستكون على أرضنا أمام دينامو الزغرب فأعتقد أن الأمر مهم جدا يجب علينا الفوز فقط الفوز أولا غدا ومن ثم نكمل مشوارنا في الدوري الأوروبي ولكن بالنسبة لي هذا أمر رائع المنافسة هذا العام البعض يرى أنه رحيل كريسيانو عن الريال وميسي عن البرسا أفقد لحد كبير جزء من قدرات الفرع الأسبانية على المنافسة على لقب الشامبيونز ليج هل بتتفق مع وجهة النظر دي وهل تعتقد أنه في فريق أسباني قادر على تحقيق لقب قاري الموسم الحالي سواء في اليوروبا ليج أو في الشامبيونز ليج أنا متأكد من أن الدوري الأسباني بطولة نفسية كبيرة وأعتقد أننا فقدنا نصف قوة هذا الدوري برحيل كريسيانو ولياني الميسي ومن اللطيف بالفعل أن نرى فريقا مختلفا عن الاثنين الكبار ينفس على لقب الليجة فهذا أمر هام أن نرى فريق مختلف طبعا أعتقد أن أي فريق الآن يستطيع المنافسة لا أستطيع أن أسمي لك الآن ولكن أي فريق الآن يستطيع أن ينفس ريال مدريد وبرشلونا في بعض الأخبار اتكلمت ومنها أخبار مؤكدة عن رغبة الريال في شراء أو انتداب الفرنسي كيليان إمبابي من بي أش جي وعن رغبة برشلونا في الحصول على خدمات محمد صلاح هل السنائي ده إمبابي ميسي عنده القدرة على أن يرجع المستوى أو المرضود اللي كان بيحقق السنائي ميسي ورونالدو في الدورة الأسبانية من وجهة نظرك بالطبع أنت تتحدث عن لاعب كيليان إمبابي هما أفضل لاعبين الآن في العالم إذا أتى إلى الدورة الأسبانية سنرى منافسة كبيرة جدا جدا ستحول الدورة الأسبانية إلى قبلة مرة أخرى قبلة لللاعبين الكبار في العالم أعتقد أن هذا أمر جيد لنرى في الدورة الأسبانية إزاي تبعت مواجهات الأندية الأسبانية النهاردة طبعا في مواجهة قوية جدا بين عتليتكو مدريد وبين مانشستر يونيتد خليني أسمع رأيك أو توقعاتك فيها ويهمني كمان أسمع رأيك في مواجهة مبارح فيا ريال في مواجهة اليوفي الإيطالي حسن اللي أبدأ بمباراة الأمس كانت مباراة قوية جدا أمام اليوفينتوس كانت مباراة صعبة جدا كان أمر صعبا على فيا ريال أن ينافس هذا الفريق الكبير العريق وفريق فيا ريال قاتل طوال 90 دقيقة وفي النهاية أنهى الأمر بشكل جيد نوعا نه كانت منافسة قوية وبالنسبة للقاء اليوم سيكون الأمر أتمنى طبعا أتمنى مباراة رائعة بين الفريقين أتمنى أن نرى مباراة جيدة على مستوى الفني بالطبع أتمنى فوز الفرق الإسبانية بما أني مدرب إسباني لو تكلمت شوية معك على تجربة تشابي مع برشلونة إزاي بتقيمها وإزاي بتشوف البصمة اللي قدر أو نجح تشابي في أنه يحاول يرجع بها برشلونة على الطريق السليم أو الصحيح ورأيك كمان في الصفقاته الأخيرة لأجراء في المركات والشتوي لأبرزها طبعا أدامة راوري وأوبام يانج بالطبع تتحدث عن تشابي أعرفه لا أعرفه كمدرب بشكل كبير ولكن تعاملت معه في قطر كان يدرب فريق السد وأنا كنت في عمل مشترك مع فريق الأهل القطري كان الأمر رائع جدا هو مدير فني كبير وكان الأمر جيد جدا أن يعود كمدير فني لبرشلونة أعتقد أنه طور كثيرا من أداء الفريق أعتقد إذا كان لديك مدير فني جيد كتشابي ولاعبين جيدين كما ذكرت أدامة راوري وإمريك أوبام يانج سيكون الأمر قوي جدا لبرشلونة ليعود للمنافسة مرة أخرى أخيرا أسألك على المنتخب الأسباني تحت قيادة طبعا لويسان ريكي إزاي بتشوف فرصه وطبعا هو منتخب دايما مرشح واحد من أقوى المنتخبات حتى رغم حصوله على المركز الثاني في بطولة يورو 2020 ما زال من المنتخبات المرشحة لكاس العالم إزاي بتشوف فرصه وإزاي بتشوف قدراته على تحيي اللقب في العام الأخير بالنسبة للمنتخب الأسباني منتخب أسبانيا يضم لاعبين رائعين يؤدون بشكل جيد ويتطور شيئا فشيئا مقارنة بما كان في الماضي أو فترة الأخيرة أعتقد أن الفريق يؤدي بشكل جيد على المدير الفني يؤدي بشكل جيد لدينا جهاز فني كبير لدينا لاعبين رائعين ولكن بالنسبة لكاس العالم في قطر أنا عملت في قطر بالفعل المناخ هناك جيد لأداء كاس عالم جيد بالنسبة لمنتخب الأسباني أعتقد أن أتمنى طبعا لمنتخب إسبانيا أن يحقق الأمر مرة ثانية وأن نفوزه بكاس العالم في قطر خسي كولادو رئيس معمل تطوير الأداء والمهارات بنادي سبية بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك وعلى وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي والحقيقة كلام كتير جدا لأن العلم بقى ليه دور مهم جدا ورئيسي جدا فيه الرياضة بشكل عام وفيه كرة القدم الحقيقة لكل يوم بنسمع فيها حاجة جديدة خلينا نروح لفاصل نرجع نتكلم مع حضراتكم على محترفيننا في الخارج مش بس فقرة الجي في أس اللي تعودتوا أنكم تشوفوها أو تتابعوها معانا في السادسة لكن حقيقة كمان هنقدم لحضراتكم وجوه جديدة بتلعب فيه دوريات الكبيرة في أوروبا وبنشوف أن هما ممكن يكون ليون فرصة أن هما يشاركوا أو يشكلوا جزء من مستقبل الكرة المصرية عشان تتعرفوا عليهم تابعونا في السادسة تابعونا في السادسة